عاجل تفاصيل بداية اشتعال الحرب بين ايران والاردن بننشر لحضراتكم التفاصيل وضربة من القضاء المصري ضد الهارب محمد علي وتفاصيل اختار الانتربول الدولي وخبر صار مصر تصدر بيانا حول امكانية اداء العمرة من قبل المواطنين المصريين في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتتصيل اول خبر معانا وضربة كبرى من القضاء المصري ضد المقاول الهارب محمد علي امرت محكمة مصرية بسرعة ضد احضار المقاول الهارب محمد علي واثنين اخرين وحبسهم على زمة القضية المعروفة اعلاميا باسم الجوكر امرت باختار الانتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار حسب صحيفة الفجر المصرية فقد امرت الدائرة الخامسة ارهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ والمنعاقدة بمجمع محاكم طرى بسرعة ضد وإحضار محمد علي والتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات امن الدولة طوارئ التجمع الاول والمقايدة برقم 195 لسنة 2021 كل اقاهرة جديدة و1357 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا والمعروفة اعلاميا باسم الجوكر وامرت باختار الانتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار وكان قد امرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامل العام الاول للنيابة باحالة المتهمين في قضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم الجوكر للمحاكمة النيابة اسندت للمتهمين بقضية ارتكاب جرائم لانضمام الى جماعة انشئت على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور وقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها ونشر اخبار كاذبة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية بمصر بقصد تجدير السلم العام في اطار اهدف جماعة الاخوانة الارهابية والترويج لاغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية مؤسساتها ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا عدة اتهامات بالانضمام الى الجماعة الارهابية نشر واذاعة اخبار وبيانات كاذبة اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حسب الصحيفة حققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية كما امرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية بعدما وجهت اليهم اتهامات بالتواصل مع احدى القنوات الفضائية الاخوانية لمحاولة اعادة النظام الاخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية المصدر معانا كان من الفجر اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل وبمناسبة جماعة الاخوان الارهابية يعني رئيس التونسي قيس سعيد انا احب اوجه التحية والتقدير والشكر لهذا الرئيس يعني قوي اللي يعني وقف بكل مؤسسات الدولة الجيش الداخلية التونسية ضد جماعة الاخوان الارهابية اللي هم بيترقصوا البرلمان او مسكين البرلمان ورئيس الحكومة الاخواني ايضا التونسي فتحية طيبة وكبيرة جدا لتونس والشعبها الكريم على التخلص من الورم الاخوانجي الخبيث في هذه الدولة شوء الله يعني ربنا يستر على اخواتنا في تونس ويحفظهم لان هذه الجماعة يعني جماعة اسست على فكر متطرف وارهابي فممكن تعمل اي حاجة ضد بلدها عشان تفضل في الحكم شوء الله ربنا يستر على اهلنا في تونس وشعب تونس ورسالة لاخواتي في تونس يعني اتمنى تقفوا وراء الرئيس والجيش والداخلية ضد الجماعات التخريبية الجماعات الارهابية جماعة الاخوان الارهابية عشان بلدكم ترجع افضل من الاول باذن الله ننتقل مع بعض الخبر اخر وتفاصيل بداية اشتعال الحرب بين الاردن وايران واعلن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ان الاردن تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة ايرانية الصنع اكد ان هناك مباعث قلق عديدة متعلقة بانشطة ايران في المنطقة قال الملك عبدالله الثاني خلال مقابلة مع شبكة سي ان ان جرت باللغة الانجليزية ونشرت امس الاحد الاردن دائما يدعم الحوار قلق شرعية في جانبنا من العالم من العالم بسبب سجلات كثيرة نأمل ان الامريكيين سيبحثونها مع الايرانيين الملف النووي يمس اسرائيل كما يمس دول الخريق التكنولوجيا الباليستية تطورت بشكل دراماتيكي للأسف تابعنا ذلك خلال استخدامها ضد قواعد الامريكية في العراق كما رأينا السعودية وهي تتعرض لهجمات بالصواريخ من اليمن التابع كما ان ما يطلق على اسرائيل من سوريا ولبنان ولا يصبها يسقط احيانا في الاردن لذلك لدينا مباعث القلق هذه وزد الى ذلك العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية على الكثير من دولنا وحوادث اطلاق النار على حدودنا تزايدت تقريبا الى الدرجة التي كنا عليها خلال ذروة القتال مع داعش وللأسف هوجم الاردن بطائرات مصيرات تبين انها تحمل تواقيع ايرانية وكان علينا التعامل معها هذه المرة هي الاولى التي تعلم فيها الاردن عن استهداف المملكة بطائرات مصيرة تحمل تواقيع ايرانية وبسؤاله عما اذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الاشهر الاخيرة اجاب العاهل الاردني كان ذلك خلال نحو عام وهي تصعدت بشكل كبير وسبق ان قال رئيس الحكومة الاردنية الاسبق فايز التروانة ان ايران حاول تصدير ثوراتها الى الاردن عن طريق محاولات الاختراق الصف الاردني وصرح في مقابلة تلفزيونية بانه تم العصور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه مع اشخاص تم ضبطه مصدر معانا كان من سي ان انه وبعض الوكالات اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل طبعا دور ايران في المنطقة دور شيطاني زي الدور ليه كان صهيوني بالزبط اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من تل مع بعض الخبر اخر وخبر هام مصر تصدر بيانا حول امكانية اذاء العمرة من قبل المواطنين المصريين قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والاثار المصريين ان المصريين لن يستطيعوا اداء مناسك العمرة بداية من اليوم رغم اعلان السعودية بدء موسم مناسك العمرة ارجع المصدر ذلك الى عدم اصدار السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد حتى الان واما اذا كانت ستستقبل معتمدين من الخارج ام ستكتفي بالمعتمدين السعوديين والمقيمين بالمملكة واضاف المصدر لصحيفة الوطن ان قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لاراضيها ما زال ساريا الى الان وضح ان الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام ومعرفة اذا ما كان سيتم السمح بسفر المصريين لاداء العمرة خلال الفترة الحالية ام لا لافتا الى انهم بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمدين المصريين ستقوم الوزارة باعلان الضوابط المنظمة لصفر المعتمدين المصريين للعمرة ومن جهته قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة علاء الغمري ان السعودية لن تستقبل غدى المعتمدين من خارج المملكة بل ستكتفي بداية الموسم بالمعتمدين السعوديين والمقيمين بالمملكة الذين حصلوا على التطعيمات بحد اقصى 20 الف معتمر يوميا على ان يرتفع هذا العدد وفقا للوضع الوبائي داخل السعودية وخارجها اضاف الغمري ان قرار تعليق صفر المواطنين المصريين للسعودية حاليا يمثل عقبة كبيرة نحو اداء المعتمدين المصريين للعمرة خلال الاسابيع المقبلة اعرب عن اماله في ان تسبح المملكة باستقبال المعتمدين المصريين وفقا للضوابط الصحية ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي بي على اليوتيوب وعالفيسبوك بنفس الاسم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته